مرة تانية أهلا بكم مبروك التأهل للمباراة النهائية مش جديد على الأهلي كنا متوقعينها كنا منتظرينها والأهلي ده الجديد اللي عرفنا النهاردة في مواجهة الوداد في رابع نهائي على التوالي والنهائي رقم 16 في تاريخ النادي الأهلي إفريقان خلونا نرحب كابتن أحمد عدل ضفنا ونجمينا النهاردة في السادسة مساخيري كابتن أحمد مبروك على كورة الأهلي اللي قدمها في مشواره في دورة الأبطال مبروك طبعا على التأهل للمباراة النهائية في البداية بسم الحمد الرحيم دايما ببقى سعيد وانا موجود مع حضرتك وطبعا لازم نبارك لكل جماهير النادي الأهلي والمجلس دارة النادي أهلي واللعيبة والجهاز فعلا لعيبة على قد المسئولية وده حاجة مش جديدة زي ما حضرتك قلت على لعيبة النادي الأهلي وده كان متوقع ثقة الجماهير كلها في اللعيبة الموجودة أو في الجيل الحالي سوكها كبيرة جدا وفعلا اللعيبة بتقدر تبع عند قد المسئولية وتبع عند حصن ظن الناس وعند حصن ظن الجماهير وكل محبين النادي الأهلي وان شاء الله ربنا يكملها على خير ونقدر نحرز البطولة 11 في تاريخ النادي الأهلي وده أنا شايفين ده إنجاز كبير جدا إن شاء الله الجيل الحالي يقدر يحاول بإذن الله كتير معلش هرجع معك مشوار طويل شوية بس كتير توقع مع لخبطة الحسابات في دور المجموعات كتير توقع وكتير تمنى إنه الأهلي مش هكمل مشوارة في دور الأبطال خلينا نبقى واقعيين إن وارد وارد الظروف تساعدك ده وضع طبيعي في الظل برضو إن الحالة لو هنرجع بالذكرة للتاريخ شوية إن إحنا كنادي الأهلي ممكن الظروف ما كانتش بتساعدنا لكن بالإصرار والعظيمة اللي عند اللعيبة وإن دايما في الكورة ممكن أنت توصل لأهدافك لكن محتاج حظ أو محتاج بعض الظروف اللي تقدر تساعدك أو خدمة من مباريات أخرى تقدر إنها تأهلك وده اللي كنا بنواجهه دايما إن بدور المجموعات أداء الندي الأهلي ما بيبقاش المية في المية لكن بيعرف يوصل إزاي سواءً الظروف بتساعده أو بيعرف إنه حقق ثلاثة بنت في ظل إن الأداء ممكن ما يبقاش كويس لكن إن أنت بتوصل بعد كده للأدوار المتقدمة لا فعلاً اللعيبة بتبقى لأد المسئولية بيبقى خلاص هدفك إنت عديت المرحلة دي بتستعيد أوراقك تاني بتستعيد حتى بطرق لعبك تانية مع الجهاز الفني وبتقدر إن إنت إزاي توصل للفينال أو إزاي أن أنت تتغلب حتى لو الكرة مش ماشية معك أو حتى فنياً أنت في بعض الإجهات لأن زي ما بنشوف دايما إن العيبة الندي الأهلي أو كل اللعبة الموجودة داخل قائمة الندي الأهلي على مدار بتشارك في السنة حوالي 6 أو 7 بطولات كل 3 أيام مباراة أو 4 أيام مباراة لكن دي كل الصعوبات اللي هيواجهها الندي الأهلي لكن بيعرف إزاي يوصل للأدوار النهائية وده اللي بيحقق وده ده الغرض في الأخ دايماً مجلس الإدارة هيحاسب الجهاز الفني على البطولة مش على خسارته مباراة لو حاولت أقرب معاك يا أحمد شوية وإنت ممكن عيشت الأجواء دي أو أجواء مشابهة إزاي بيحصل التحول يعني التحول ده مع كامل احترامي طبعاً لفكرة روح الفانيلا والكلام ده ممكن يحصل في المباراة أو في اتنين الروح تعوض فيها تراجع المستوى غياب لعيبة مهمة لكن ما حصلش في كل مشوار دوري الأبطال يعني من أول خسارة قدام قدام سعن داونز واللي كتير من جمعين نادي الأهلي مش بس ما كادش راضي عن نتاجك كمان ما كادش راضي عن المستوى والأداء اللي بيظهر بين نادي الأهلي لكن تتلعب ست مطشاط في دوري الأبطال تسجل فيهم 13 هدف ما تخسرش فيهم ولا مباراة وانت بتلعب ثلاثة بر أرضك وتلاثة جوه أرضك وتسجل 13 هدف وما تستقبلش شباكك ولا هدف ويحصل نقلة نوعية 180 درجة دا زي يحصل هل هي قصة مدير فني هل هي قصة لعيبة هل هي قصة إدارة التحول دا تحول صعب جدا السيناريو ما حدش كان يتعقعه عليك حتى المنتمين والوثقين في الهداء ما يقدرواش يفهموا التحول دا خلينا نبقى واقعين إن يعني كل جهاز داخل النادي الأهلي كمنظومة كمجلس إدارة أو كجهاز فني أو كلعيبة كلا نعلم مسؤولية مسؤولية معينة وخصوصا أنا من نكلم في دور المجموعات هنقول مثلا الفترة دي بيبقى لسه مدير فني لسه جاي جديد للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي الفترة الأخيرة في أكتر كان مدير فني لحد ما استقر المجلس الإدارة على مستر كولر فهنا الفترة بتاعة دور المجموعات هتلاقي مدرب لسه جاي جديد النادي الأهلي بيعمل صفقات لعيبة لسه جاية الجيل الموجود بقاله ست سنين تلاحهم مباراة بشكل كبير جدا فبيبقى في بعض الأوقات أن أداء النادي الأهلي متزبز ببعض الشيء في دور المجموعات لكن فيما بعد خلاص الرجل استقر على طريقة لعبة معينة وحضرك الأرقام همشوف أن هي أرقام جيدة جدا لكل اللعيبة ممتازة جدا الأهلي هو الأقوى هجوميا ودفعيا نتفاق على كل الفرق اللي بتشارك في نسخ الدوري لأبطال السنة دي لو هنتكلم الأرقام دي ممكن حبارك تقدر تقول بقالها 20 مباراة وخمسة و20 مباراة في جميع البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي من ساعة ما مستر كولر جي وكان بدء بطريقة لعبه معينة 4-2-3-1 وبعد كده الرجل في وسط الموسم عدل طريقة اللعب قد مهام هجومية لبعض اللعيبة من أهمهم محور أداء النادي الأهلي وحمد فتحي وتغير كامل في طريقة لعب النادي الأهلي مع دايما لما بتكلم على مفاتيح لعب النادي الأهلي وهي في حالتها الطبيعية أو في الحالة الجيدة بتاعتها هتلاقي الأداء الجامعي بحق الغرض بحق المكسب سواء داخل الملعب أو خارج الملعب ودي استراتيجية الراجل لأنه عنده ثبات على التشكيل بشكل كبير جدا ما بيغيرش كتير في التشكيل وده ما كانش بيحصل في المديرين فنين قبل كده عنده خمسة وعشرين لعيب أي حد خارج التمنتاشر أو خارج الحداشر اللي بيبدأوا بيبقى ليه دور سواء طهر لما بينزل شريف لما بينزل بعض اللعيبة بتنزل عبدالأدر لما بينزل ثلاث تغيرات عبدالأدر مع سولية مع خلد عبدالفتاح مع أفشة أنا شفت أداء كمان تطور دي مش موجودة دي مش موجودة إلا في الفرق الكبيرة في الفرق الكبيرة واستراتيجية الراجل إن لما تغيير بينزل هتلاقي هي نفس طريقة اللعب وده اللي بيزهر بها الراجل وحاتة استراتيجية وقدر إنه هو يبقى الشغال عليها مع أداء أروع أنا بشوف من الفرق مع ده النادي الأهلي هو مروان عطية في نص ملعب النادي الأهلي إنه هو يشيل مع أليو ديانج مع حمدي فاتحي مع تغييرة السلية لما بينزل وطريقة اللعب ممكن تقلب أربعة، أبنين، ثلاثة، واحد لو رجل بيلعب بأفشة ينزل هنا عندك ستة لازم تقعد منهم ثلاثة والستة صعب صعب جدا صعب على الجاز الفني وصعب على اللعيبة وصعب على الجمهور لأن الجمهور برضو بيحبه وبيفضل يعني فيه مقصدي يعني فيه جمهور عايشوف أفشة في الملعب طوالوقت فيه جمهور عايشوف السلية طوالوقت فيه جمهور عايشوف قندوسي طول الوقت حمدي وفاتحي ومروان لسه قندوسي كمان وفيه كريستو كمان لا لا فيه ناس كريستو بس خلاص في الأرجنتين بقى مع تونس في كاس العالم فتمنالوا التوفيق يعني وبعد كده ها ليترون بقى ان شاء الله في بقية الموسيق فيه بعض اللعيبة هتنزل تفرق مع أداء النادي الأهلي لكن هنا أنا بشوف برضو المسؤوليات اللي على اللعيبة المسؤوليات اللي على اللعيبة لأسما الله حضرتك قلتها دي ما بتلعبش ما بتبدأش فهنا انه هو يتقبل انه هو يعد وينزل ويقدي الدور اللي مطلوب منه ودي مسؤولية على اللعيبة بيقدر يساعد بيها فرقته ودي حاجة مش جديدة يمكن دايما وانت موجود داخل النادي الأهلي مهم جدا يبقى عندك مقاومات البطولة سواء انت بتشارك او مش بتشارك او انت لعيب كبير يعني أفشا لعيب كبير جدا السولية العيب كبير جدا كندوسي لسه صفقة وهيبقى اضافها ان شاء الله لنادي الأهلي ان انت بتبقى تنزل بديل وبتأدي الدور اللي مطلوب منك وازيد فدي بتعمه في مصلحة الفرقة ودي الجو المناسب اللي مهيقو مستر كولر مع كابتن سعد عبدالحفيز ويبقى قفلين على الفريق بشكل جيد فهنا لازم هتلاقي نتيجة اجابية ولازم هتلاقي بطولة اشتركوا في القناة